السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بالف خير وتكونوا في احسن احوال اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة ديال الملوي باش يجيكم مورق هكا وخفيف ومقرمش وكيجي محمر وكيجي اكتر من رائع اكيد الى جربتوه غادي ينجح معكم من اول تجريبة الى تبعتوها الطريقة هادي و الى عجبكم الفيديو ما تنسوا اشتركوا عليها باللايك هاس اشتركوا في القناة اشتركوا ويفعل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وبقواب عيو باش تعرفوا على المقادر وطريقة التحضير بسم الله على بركاته عندي هنا انا غان ابر بالكاس ديال العنبة عندي هنا كلا كاس كيوزن 100 جرام عندي غندير خمسة الكيسان ديال تقيقة الفينو يعني القمح الصلم لكيكون ناعم خمسة الكيسان مايو عادي 500 جرام وانا غادي نستعمل العجانة وانتوما لو بغيتو تعجنوا بيديكم عادي غادي نضيف عليهم خمسة الكووس ديال الدقيق الابيض مايو عادي 500 جرام غادي نستعمل نفس نفس القياس ديال الدقيق الفينو عندي هنا ملعقة كبيرة ديال السكر سانيدة نصف ملعقة كبيرة ديال الملح رأس معالقة ديال الخميرة الخبز يعني غير شوية عندي هنا كأس ديال الحليب اللي يكون بحرارة المطبخ وغادي الباقي غادي نكمل بالماء غادي نضيف الماء غير بشوية 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 نصف ومن بعد تجمع معنا العجين وكتولي على هاد القوام هادا كتولي رطبة وفي نفس الوقت يعني ما كتلسقش اللي يدين صافي مليك التعجن كيف ما شفتو مباشرة انا غادي نحيدها هاكا من العجانة وغادي نبدأ نشكل فيها بالنسبة لكم الى كنتوا ما بغيتوش دلكوها ديروها في بلاستيكا وخليوها ترتاحها كواحد نصف ساعة حتى الساعة من بعد كيف ما شفتو ملي تبغيو تشكلو هاكا الكوائرات حاولو مدنوش يديكم بالزيت باش ملي تبغيو تشكلو الكوائرات يعني ما كتشت قطع ماكم العجينة وفي نفس الوقت إلا بغيتو حتى تنقصوا منها ولا هاكا كتنقصوا منها يعني ما كتخسرش ليكم من بعد ما غادي نشكلها كوائرات بهذا الحجم هذا عفوا تكون شوية كبيرة غادي نشكلها على الكوائرات دي اولي في المجموعة تحصلت ل سبعة دي الكوائرات هكا يكونوا بحجم شوية كبير وغادي ندهنهم بالزيت وغا نغطيهم بالبلاستيك الغيدائي وغادي نخليهم يرتاحوا من عشرة دقيقة حتى الخمستاشر دقيقة من بعد ما خليتم يرتاحوا وحد خمستاشر دقيقة عندي هنا يا الزبدة من أصل الحيواني اللي كنستعمل أنا غادي ندوبها وغادي ناخدها كزيت النباتي نضيف عليها نصف ملعقة دي الخاميرات الحلوية اللي غادي نورق بي اللي كيعطيكم هكا توريق وعندي هنا يا تقيق الفينو اللي غادي نفرق بيه غادي ناخد هكا كوائرات اللي كتكون رتاحت ندهن هكا سطح العمل بالزيت وغادي نطلق هكا في الكوائرات ديالي كيف ما شفتوها هكا انتو مراه العجينة الناجحة وكتسهل عليكم باش كتورقوها وكتلقوها على هاتشكل هادا من اللي كتبدا وتورقو فيها هكا حاولو هكا تجبدو شوية العجينة باش يدخلكم هكا الهاواء او كيجيكم الملوي مهوي من بعد غادي ندهن هكا بشوية ديال الزبدة وكرش هكا بالدقيق نبدأ نطوي فيها كيف ما شفتو على هاتشكل كنحاول نطوي هكا على ثلاثة ديال طيات ومن بعد غادي ننقذها هكا طريقة اللي هي سهلة وعملية وغادي ننجح معاكم من اول تجربة من بعد غادي ندهن هكا بشوية ديال الزبدة قرش هكا بشوية ديال الطقيق غادي نبدأ ننلوي هكا في العجينة ديالي كيف ما شفتو كلوي وانا ما كان نزيرش هكا باش تخليو الملوية جيم هوية من الداخل وفنقص في نفس الوقت عفوان من اللي تبغيو هكا تقرسوها من اللي تبغيو تطيبوها ما كتجيكمش قاسحة من بعد ما جمعت هكا وجمعت لي هجناب ديالها كيف ما شفتو كانت تحصل هكا على كويرا اللي كتكون خفيفة ومهوية يعني غير في الشدة كتباليكم راها مهوية وهكا كينجح معاكم الملوي من بعد ما خليتم هكا كملتم كامين وشكلتم غادي نمشي نشعل الميقلات كتتخلي على النار اللي كتكون متوسطة غادي المهيلة يعني ما تجهدوهاش وباش نجح معاكم الملوي جيكم قاد حاولوا تديروا واحد الورق هكا ديال هكا ورق الزبدة تلقوا فوق منه هكا الملوية ورشوا هكا شوية بالزيت هكا الميقلات والملوية كتكون يعني اما غليضة مرقيقة حاولوا يعني ما تخليوهاش غليضة ومترقوهاش هكا باش ينجح معاكم يعني انا كنعطيكم قاعد الاسرار الملوي باش ينجح معاكم ومن بعد ما غادي نحط هكا الملوية ديالي فوق الميقلات كيف ما شفته كنقادتها ومباشرة غادي نقلبها يعني قبل ما تبدت يعني طيب بعد ما كنقلبها كرب الضوء هكا ندوروا فيها هكا ميلي كدوا تدوروا فيها كتبدت تحمر من الجناب ومن الوسط كيجيكم الملوي محمر وفي نفس الوقت كتبدت تورق هانتو ما كيف ما شفته الملوية ما شاء الله رها كت يعني كتتورق مل داخل مجرد انك كتبدت طيب فيها وهي كتتورق ميلي كتبداها كطيبلية وكمدا نقلب فيها عفوان هانتو ما شوفو كيف ما شاء الله الملوية رها تورقات غريا را سخونة المهم كيف ما شفته كنخليوها تطيبها كمن جميع الجوانب ومن بعد ما كتتتحمر معانا وكتطيب تماما كيف ما شفته كتتورق سافي غادي نحيدها وغادي بنفس الطريقة كننغضع ملوية واحدة اخرى كيف ما شفته انا كنحاول نوريكم الملوية انها كتورق غير في المقلات كتحلكم هكا عارفو بان نرى الملوي ناجح مئة في المئة وهكا كيف ما شفتو من بعد ما كنطيب هاد الملوية احتهي وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنكملهم كاملين كيف ما شفتو الملوي كيجي ما شاء الله مورق محمر يعني ما كيجي ما كيجي ما كيجي ما شاء الله مورق وخفيف ومحمر يعني ما كيجي مش هكا يبليكم راه خضر اولا شي حاجة كيجي طيب وكيجي خفيف يلا تبعتو هاد الطريقة وهاد الاسرار اللي اعطيتكم اديال الملوي غادي نجح معكم اكيد مئة في المئة وكنتمنى الفيديو ديالي يومين الاعجاب ديالكم وإلا اعجابكم كتشجيع خليلي لي لايك ولمازال ما اشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجرس واش وصلكم دائما الجديد ديالي وإلى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم